السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا الداخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا ونقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر دي زيد اليوم الحصة تعناولي هنالتكلموا عن المباراة اللي لعبها ساعد بالرحمة ومباراة اللي كانت في القمة ما نخلص عليكم عاود تفرشتها تفرشت بارتيا صحا ديركت ومبعد عاود تفرشتها يعني بالرحمة اللي كان في القمة في القمة العطاء تعوه كان أحسن لعاب نقولوا باللي أحسن لعاب من جانب ليفيربول من جانب ويست هام يعني بالآداء تعوه وينصنع عدة فرص لم يستغلوهاش الزملاء تعوه يعني وين كان هو مصدر الخطورة على الدفاع تعليفيربول ان شاهدنا الموجهة وين قال فيها داويد موجه بأنه قبل المباراة وين داويد مدرد تعوه صاحب أنه لن يغير أسلوبه أمام ليفيربول وتكلم كلوب عن اللاعبين ويست هام ومدحهم كثيرا للدرجة أنك تتيقن من كلامه بأنه يعرف عنهم كل شيء ووجد طريقة لإيقافهم وتفوق عليهم ولكن في المباراة وين شاهدنا ماذا شاهدنا شاهدنا بالرحمة يفعل كل شيء على الجهة اليسرى وهو مركز كل الهجمات فارقه وركزتهم الهجومية ثم ماذا حدث الهدف الأهداف تأتي بطريقة مختلفة تماما عن ما كانوا يركزون عليه ويقومون ببناء الهجمات عليه يعني كل شيء جاء مختلف بالرحمة يلعب بالرحمة وكل شيء وينغلوب للدفاع الدفاع وخط وسط الميدان تعليم بيربول كان مركز على بالرحمة لكن العكس الأهداف جاءت عن طريقة طريقة معكوسة ما شاهدنا من الدول الجزائري وين أرهق وأتعب لعيبون ليبربول الذين لم يجدوا أي حل لإيقاف خطورته ومع هذا فإنه جعل خطورة أرلون تصبح أقل لأنه من يقابله بالرحمة لعاب سريع ومهاري وكل الكورات تأمر عليه وبمعنى أخرى مختصر هو بما فعله هجوميا كان يدافع جيدا يعني وين شاهدنا حتى وين بالرحمة وين العب يعني طريقة ذكية في الهجوم وكان يرجع من أجل الدفاع يعني كان يرجع من أجل الدفاع بس مدرب بس يخليه يعني حتى وين بس خرجه 86 يعني وين خلاه كي ما نقوله احنا عصره في البرتية عصره عصره في البرتية يعني ما خلاه فيه نعرف كيفاش يستغل الأداء والواجبات الهجومية والدفاعية تاع بالرحمة واللونترينير وكل مدرب يتمنى يكون عندهم اللعابين مثل بالرحمة يعني في الهجوم أو في الدفاع وإن السعيد بن رحمة صانع أكثر من فرصة للوفاقاء ولكنهم لم يحسنوا استغلالها وكان منظم للهجمات واللعب بشكل عام وذلك جعلهم متفوقون وما كان ينقصه هو تسجيل هدف فقط لكي يضع خاتم التميز فوق اسمه وينصب نفسه نجمل للمباراة كانت قمة في الإثارة مباراة كانت مثالية يعني ويتشوف أكتشوف كيفاش وين اللعابين جزائريين وين بالرحمة وين الحمد لله يربي من بدات الشمبيونة يودي مشي بدات الشمبيونة بالرحمة العمدي فاتمي كان يلعب بربا ساعة فاميني قلت لكم بالرحمة السنة ما تقارعلوش قارعلو الموسم هذا بالرحمة وين غادي غادي يفجر كلش في هذا الموسم حكتشوفوا بالرحمة وين قلع يعني ما ريحوش لزونجلي لزافريكا العرب ما ريحوش محرز يرتاح ينوذ بالرحمة وين وستهام وين يلحق أول هزيمة بليفير بول هذا الموسم وين بيسعد المنافسة الأندية القمة في البريمير ليج وين يسعد وين يسعد المنافسة منافسة الأندية يعني في البريمير ليج يعني ضروك وين حقق وستهام يولايتد مفاجأة يوم الأحد وتغلب على ضيفه ليفير بول بثلاث أهداف لهدفين وذلك في مباراة جارت أطوارها على أرضية الملعب لندن الأولمبي برسم الجولة 11 من الدور الإنجليزي الممتاز وكان عاروس المباراة وهو سعيد بالرحمة وين أفسد نقوله أفسد أفسد فرحة ليفير بول فرحة صالح وين خطف نجومية صالح وماني في المباراة على الجولة 11 وين الدالهم النجومية يعني زود كانوا أفريقا وين بالرحمة من جانب الأفريقا وين خطف النجومية بالرحمة البارة كان خاصه هدف برك بالرحمة كان خاصه يسجل هدف فقط هذا مكان كان خاصه يسجل هدف هذه هي بالرحمة كان خاصه هدف يزوق به الطارطة اللي يصلاحه هذا مكان وين ورثقة واسطهاب وين نقوله وين تعتبر هذه الأول هذه ما يتعرض لها ليفير بول هذا الموسم في جميع المسابقات بـ 17 مباراة وارتقى واسطهاب المركز الثالث في ترتيب البريمي ليغ رفقت وين رفع راسيده إلى 23 نقطة بفرق تثنيقات فقط عن المتصدر تشيلسي فيما ترجع ليفير بول للمركز الرابع وتجمد راسيده في 22 نقطة فقط وبدر فريق المطار بتسجيل أول بهدف مبكر أحرزه الحارس بالخطأ في مرماه وتم احتسابه بعد رجوع الحاكم لتقنية الفيديو وأغلق أصحاب الأرض جميع الطرق المؤدية إلى مرماه المرماه الحارس لوكاس يعني وبقي الفريق المدرب كروب عاجز عن اختلاق الدفاع الخصف بما أن مساحات كانت مغلقة فإن ليفير بول حاول لوجوء للحل الكورات الثابتة التي عطت نتيجتها عندما سجل ظاهير ترينارت هدف التعادل من كورة حرة ثابتة في الدقيقة الـ 41 لينتهي الشوط الأول بتعادل هدف في كل شبكة واشتعلت المباراة في شوطها الثاني عندما سجل ويستحاب هدف التقدم الثاني والثالث تنوب على تسجيله بابلو يعني في الدقيقة الـ 67 والمدافع كوارترا زوما في الدقيقة الـ 74 وقلص علي باركول الفرق في الدقيقة 83 بهدف سجله باديل بلجيكي يعني كما أتيحت الفرص للضيف إحراز التعادل في الدقيقة الـ 81 إلا أن السينيغالي ماني غاب عنه التركيز وذهبت رأسيته بعيدة عن المرمى الحارس ولم تشهد باقي الدقاء أي جديد لينتهي اللقاء بفوز ويستحاب يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين يعني وتجرع ليفر بول أول هزيمة هذا الموسم يعني على يد ليفر ويستحاب نقولوا بلي ويستحاب بعد تسجيل وين نقولوا وين عرف كيفاش خاطع فادح وين وقع الحارس البرازيلي يعني وين وقع في المحظور برتكبه خاطع فادح في مطلة في الدقيقة الرابعة يعني ضد ويستحاب في الملعب لندن الأولمبي وين تلقى وين نقولوا بلي اليوم وين نقول بلي ويستحاب يعني بقيادة رياض بالرحمة وينقدم من أحسن مباراياته في هذا البداية الموسم في هذا الجولة الـ11 يعني وبالرحمة تحس به يعني في منحانات تصعدي بالرحمة وين في منحانات تصعدي رح مباراة مباراة رح يزيد بنجب لي تعيش معه كل مباراة تعيشها معه كل مباراة تتفرج عليه تحس بلي هذا النعام رح يزيد رح يطلع سيطلع مباراة مور مباراة على هذه اللقاء اليوم سعد بالرحمة وينقدم أحسن مباراة في البروميليغ منذ ما جئه للبروميليغ منذ الموسم الماضي الموسم هذا وين هذي أحسن مباراة أمام من أمام فارق ليفيربول يعني أمام ليفيربول وين خاصة وين نقول بالرحمة وينشارك يعني العب يعني العب نقوله في الهجوب والدفاع وين خلى أرلوند وين خلى ما يطلعش يعني بالسرعة التاق أرلوند ودي المدافع للعب من جئت بالرحمة وينخلىها ما يسعدش يعني وين قلل من خطورة تاقه وين شأنها كيفاش قلل من خطورة تاقه بيرجوع بالرحمة للوراء يعني يلعب في الدفاع والهجمات وين كان يلعب والهجمات خاصة وين في بعض الأحيان وين لو يلعبوا عن الهجامات المرتدة يعني بخروج سريع يعني من الدفاع بالخروج بتمريرات طاويلة والمليمترية نقوله سريعة كرات سريعة قاصرة وسريعة وكانت فانيك مليمترية طاويلة مليمترية